عودنا لحضراتكم مرة أخرى ست اللواء نتنياهو علاقته بالداخل الإسرائيلي الآن سواء مع الشعب أو الإسرائيليين عموما أو مع الجيش إيه اللي أخبرجه وإيه اللي بيحصل ما الذي يدور في هذه الأرواق هو دمرة واحد هو حاول يركب الموساد على أمان طب أمان هي مسؤولة عن الحرب داخل إسرائيل جور لكن الموساد خارج أمان هي المخابرات الحربي أمان هي المخابرات الحربي الشبك دي زي ببحث أمن الدولة كذا فاللي متولغ موطوع غزة أمان فهو عاوز يركب الموساد عليه فالتنين بتخلقوا على الإخصاصات فمنها بتضيع قدرة المتابعة والمرأبة وكلام زي كده عشان كده حصل الغفلة اللي حصلت دي هنا وزير الدفاع دلوقتي بأزعلان على أن انت بتاخد منه عنصر منتبعي بتقفله فحصل بينهم المشاكل جزء التاني البجموعة اللي هي مخصصة لغزة نايمة بقالها النهاردة 10-15 سنة قعدة في الحتة دي وكانت نستكمالها 50% وأجازات بتاعتها نزلة بتاعت العيد من 50% عشان كده تم الاختلاقات اللي حصلت دي والاختيار عدم وجود التعبئة زي عدم وجود التعبئة في حرب اكتوبر بالزبط درسة الدرسة الحجائية المهم لما جاء عبق المجموعة بقت كلها احتياط كلها احتياط بقاله 20 سنة سن كبير وما دخلش حروب بقاله 20 سنة كل شغال لما كان بيجي في التدريب ما كانش بيجي للتدريب القتالي كان بيجي التدريب يوقف على نقطة التفتيش والكلام ده والحاجات دي بعيد خلي بقى لك انت بقى هنا بص نفسك فاكر 25 نناير لما الجيش كان بينزل بعمل نقطة وتاعه وتفتيش وتأمين ان الرئيس عفتاح سيسا اول مبادئ يغير وده يعيد الجيش مكانه تاني عمل ايه تفتيشات الحرب والمشروعات والتدريب كان بيحضروا كل شهر علشان الجيش نزل مدنيا فترة يعيز يرجع العمله الرئيسي فهنا بقى مفيش الحتة ده متعملتش فبقت المجموعة المسؤولة عن الموضوضة ضعيفة فحبوا يجيبوا اللي هو اسمه اللي هو الجولاني بيحارب اصلا ده محارب فلما يجي اللي هو الجولاني دلوقتي ويخش مكان المجموعة دي الاسرائيلية دي هو اللي حيعمل الاقتراح غزلة وحيحصل طب عايز كم يوم وكم شهر حيحصل اكتراح باري لغزلة لا انا ما اعتقدش لان الخسائر هتبقى جبيرة وهو مقدر حجم الخسائر اصاد النتائج هنا بحكت الرهائن هل انا حقدر اجيب الرهائن وتحمل الخسائر ولا مش هجيب الرهائن والخسائر هتزيد علي ده القرار بتاعه وده اللي الغزوية مستنينه فيها ويعلم تماما ان في خطوط كتيرة للاقتحام قبل ما خشاحت حصل وجرب هو بعد دبابتين دخلوا واتحصل فيهم ايه حصل فيهم ايه اتضربوا على طول على طول ده الاختراق اتضرب ورجعوا وده رجعت بقيت القوى رجعت زي كده راس العش عندنا لما دخلوا وعصى قدرتهم ورجع الباقي ونفس الموضوع هو اول بيجسي واتخبط يرجع ثلاثة فهنا الوقت هو ده الفكر بتاعه التقييم زي ما قلت حضاك في الاول مفتاح المفاوضات حجم الاصر اللي موجود هو ده اللي بيعمل التوازن في الموضوع وكفاءة القوات اللي هتحارب ما هيش في المستوى فحيجيب القوات من زي 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 اللي هو الجولاني ولا كلام ده زي ما بتردد وبالتالي حاخد وقته على ما يدرس على يعمل احلال في القوات على ما يدرس نحن نسمى في الجيش عدد تجميع للهجوب وكلام زي كده بياخد وقت عبالي يشوف الموضوع